ومن المؤمل أن يشهد يوم غد الأربعاء فتح المنفذ الرابط بين المملكة والعراق وذلك بعد إغلاق دام ثلاثة عقود وتأتي إعادة فتح المنفذ وفقا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي التي اعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومن الجدير بالذكر أن فتح المنفذ يأتي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية وتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين